موسيقى 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 حبا يا ابناء الطلاب التوجيهي اليوم عملت لكم تلخيص مهم كتير لقاعدة المقارنة بالوحدة السادسة بالفصل الثاني عملت لكم تلخيص لكل الأفكار والخطوات اللي جايتكم بهاي القاعدة بناء على طلبكم لأنه في كتير طلبوا مني أعملهم تلخيص لهاي القاعدة بشكل حلو ومرتب وإن شاء الله رح تحبوه وتفهموه من أول مرة تعالوا نشوف عندك على مور مور اجتنا بعدة أشكال تمام هلأ ليه بتخربطوا فيها مور دائما بتخص حالة القلب إذن مور لازم يكون فيها قلب مور لازم نقلب الأطراف من بيناتها طيب كيف أنا هاي طريقة الحل وكيف أركز في حلها مور أو إي آر للصفة مور للصفة الطويلة أما إي آر للصفة القصيرة طيب ممكن مور تيجيني أيضا مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة بدي تركز بشي واحد إنه مور أو إي آر مع الصفات أو مور مع الأسماء أنا رح يكون في عندي عملية قلب قلب شو؟ قلب بين الأطراف كيف؟ لما تيجيني مور أو الصفة إي آر ويكون أنا عندي مثبت مثبت قبلها تمام؟ يعني ممكن تكون كلمة مثبتة أو فعل أو يكون في عندي أز أو آر وهدولا مثبت ضم أفعال مساعدة مثبتة أنا لما أشوفهم يا ميس بحالة الإثبات بدي أركز على الطرف الثاني إذا كان في عندي نات لها طريقتين للحل مور و إي آر يا إما بنفي بنت أز الصفة أز أو بنت أز مني للمعدود و بحط الإسم و بسكرها بأز أو نات أز ماتش بعدين بحط الإسم أز شو يعني هذا الحكي؟ يعني مور يا ميس إلها هلأ طريقتين للحل إذا كانت مع نفي رح تكون نات أز الصفة إذا كان في عندي الصفة بحط الصفة مثل ما هي و بسكرها بأز إذا كان في عندي نات أز و كان في عندي اسم معدود بكتب نات أز مني و بحط الإسم المعدود و بسكره بأز أو نات أز ماتش إذا كان في عندي اسم غير معدود و بسكره برضو بأز هذا في حالة النفي لما بدي أحول من مثبت لنفي طيب يا ميس إذا كان عندي أنا هنا مثبت مع مور وإيجاني أيضا عندي الحل مثبت إيجاني إز أو أر أو كان الفعل بدون نفي فرح أحلها على لس تمام؟ يعني مور حكينا إلها طريقتين للحل يا إما نفي وبفتح أز وبسكرها بأز يا إما إذا كان مثبت وهنا ضل مثبت المور رح تتحول عنا للس تعالوا نشوف يا مس كيف أنا ممكن أحل نيجي إلى سنتنس نمبر ون عندي طرفين هاي أنا عندي هذا الطرف الأول وعندي ليرنينج إنجليش هذا الطرف التاني اللي بعد ذان أوكي؟ شو نزلوا لي أنا هنا؟ ليرنينج إنجليش شو نزلوا؟ ليرنينج إنجليش إذن الطرف التاني نزلوا لي يا هون صار في عندي أنا يا مس عملية قلب صح؟ إذن بمجرد ما نزلوا للطرف التاني هون صار في عندي عملية قلب وبعملية القلب يا مس أنا رح يكون في عندي مور أو إي آر هاي عندي مور موجودة هايها مور أوكي؟ هاي أنا عندي هون مور وعندي ذان بلاقي حطولي كلمة إذنت وإذنت هي نفي بتحط عليها إنها نفي منفية؟ بمجرد ما تشوف النفي امحي المور وامحي الذان شو رح تفتح يا مس بالنفي؟ هاي هونت إذنت شو رح تفتح؟ رح تفتح as تمسك وتحط as بتطلع شو في عندي بين مور وذان في عندي difficult difficult صفة مضبوط؟ طب الصفة أنا شو بعمل؟ بحط الصفة مثل ما هي بكتب كلمة difficult وبشو بسكرها؟ بسكرها بكلمة as إذن learning English isn't as difficult as what هلأ بروح للطرف الأول وهو learning English learning Chinese سي learning what Chinese وبحط مقطع وهيك خلصت إذن يا مس لما أشوف is more than ويكون أنا عندي هون نفي لما يكون عندي نفي بفتح as as الصفة أو إذا كان في عندي اسم معدود بحط as many أو إذا كان في عندي غير معدود بحط as much أنا هون إجتني صفة حطيت as الصفة as نيجي يا مس للطريقة التانية نزلولي learning English هايها learning English الطرف التاني نزلولي إياه بس شو في عندي هون؟ عندي is و is هي مثبتة طيب ال is هون لما تضل is المور لشو رح تتحول؟ رح تتحول لكلمة less إذن أنا هون شو رح أحط learning English is less برضو هون رح أشيل المور أكي less what? less difficult بنزل than 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 what? learning Chinese learning Chinese Chinese وهو الطرف الأول الموجود عندي إذا بدك تتعلم هون يا مس إنه مور إذا كان في عندي نفي عندي التحويل بحولها not as صفة as أو not as many as أو not as much as حسب الاسم الموجود عندي إذا كان فينا فيه إذا المثبت ضل عندي مثبت المور بتتحول عندي ل less فقط نيجي هون حكينا بحالة الصفات طيب لما تيجي وفي عندي اسم حكينا الاسم بدنا نشوف هل هو معدود أو غير معدود عندي محمد gets more marks than علي هاي أنا عندي هون محمد وعندي الطرف التاني علي هاي طرف أول وعندي هون طرف تاني علي نزلوا لي يا هون يا مس وحكينا في عندي نفي إذا منشوف النفي كيف بدنا نحل النفي يا مس زي ما اتفقنا هاي هون النفي بدي أفتح as تمام يلا بما أني أنا رح أكتب as هاي as بتطلع شو بدي أعمل المور رح أحذفها than رح أحذفها بتطلع عندي marks marks وهي العلامات العلامات يا مس بتنعد ولا ما بتنعد أكيد الموركس العلامات بتنعد إذن بدي أحط as many marks وبسكرها بas as شو مين هلأ نزلت أنا الطرف التاني حطته هون هلأ مين ضل عندي محمد تمام إذن لما نشوف النفي نزل عندي هون بدي أفتح as وأشوف إذا هي صفة بنزل الصفة زي ما هي إذا كان في عندي اسم معدود زي العلامات هون رح أنزل as many as وأحط الماركس طبعا أما إذا كان عندي إشي غير معدود بحكي as much نيجي عندي هون علي gets علي gets نزلي علي والgets هون الفيرب ضل مثبت حكينا دراح أحط بدل مار أنزل كلمة لس هاي الفكرة الأولى يامس خلينا نشوف الفكرة التانية الفكرة التانية هي على لس لس هون محطوط بقلب لكنه أزرق شو يعني أزرق لا نقلب أنا عملت لك عليه شحطات إنه لما تشوف كلمة لس إحنا هون ما بنقلب إحنا بنقلب بمار فقط إذن لس هون لا نقلب لا نقلب الأطراف تمام لس لها طريقتين للحل يا إما أنا بدي أحط النفي وأفتح as as الصفة as أو not as many ومنحط الإشي المعدود هون أو as much ومنحط الإشي غير المعدود هون تمام إذن لس إلها طريقتين للحل إما بفتح not as طبعا not as not as الصفة as not as many للمعدود as not as much ومنحط الإشي الغير المعدود ومنسكره بas إذا كان في عندي نفي إذا طلبوا النفي أما إذا كانت هون مثبتة مثلا بas أو or أو إذا كان الفعل مثبت وظل مثبت بas أو or أو إذا كان الفعل أيضا بدون نفي رح تتحول لمور وهون يجب القلب بمور دائما كلمة مور فيها قلب يامس للأطراف إذا لس إذا كانت مثبتة وحطوه للنفي رح أفتح as إذا لس كانت مثبتة وظلت مثبتة الحل رح أحط بدل less رح يصير عندي مور رح أقلب الأطراف دائما مع مور خلينا نشوف حل عليهم شوف عندي هون يامس شوف عندي نزلت مثل ما هي بما عندي نفي هاي النفي إذا رح أفتح شو رح أفتح as بمحي less وبمحي than رح أفتح as بتطلع أنا شوف عندي بالنص interesting وinteresting صفة إذن not as الصفة as هايها not as وبنزل interesting وبسكرها بas وشو بعمل عندي الطرف الأول نازل الطرف الثاني يضل مكانه the last one إذن هون لم نقلب الأطراف ليش لأنه أنا عندي كلمة less وراحت مع النفي طيب شوف هون the last one عندي the last one نزلت هون صار فيه هون يا مس شو عملية قلب بين الأطراف إذن أنا شو هون صار عندي عملية قلب للأطراف نزلت the last one إجتني هون بس أنا ما عندنا فيه ضلت مثبت وحكينا المثبت لما يضل مثبت بنحول less لmore إذن شو هون أنا رح أعمل رح أكتب more what more interesting وبنزل than وأكيد بما إنه قلب للطرف الأول رح أنزل للطرف الأول اللي هون أحطه بالآخر وأكتب this story تمام إذن مع less أنا بقلب في حال كان فيه عندي نفي أما يمس من مثبت لمثبت أنا رح أقلب إذا كان عندي مثبت ورح أحط more أما ما بقلب إذا كان عندي نفي ما بيتم القلب ب less تعال نشوف عندي هون I read less books than you I read less books than you نزلت عندي I I ضلت بنفس المكان لم يتم القلب يامس وأنا عندي هون نفي بما إنه لم يتم القلب وضل عندي نفي إذن رح أفتح يامس آزات هاي ها not آز إذن أنا هنا لازم أفتح آز رح أمح لس ورح أمح الذان بتطلع عندي كلمة box box هذا اسم معدود كتب هاي مصصفة هاي عبارة عن اسم معدود كتب إذن as many بنزل box مثل آز وهنا لم يتم القلب إذن اليو رح تنزل مكانها سهلة هاي هي الفكرة الثانية اللي حكت لكم عنها خلينا نروح لكمان الفكرة الثالثة وهي الفكرة العكسية إحنا كنا يا مثلما نشوف more أو er نروح للنفي ونفتح آز مظبوط ولما كنا نشوف less ما كنا نقلب ونفتح النفي ونفتح آز صح ولا لا بس هلأ صار العكس إذا أنا بشوف not as رح أحول ها more أو er إذا تم القلب أما إذا شوف not as as ولم يتم القلب رح أحول ها less تعالوا يلا نشوف كيف عندي هون سلما doesn't have as much time as her sister إذن أنا عندي الطرف الثاني وهي الطرف الأول طرف number one وهي عندي الطرف الثاني number two نزلت her sisters اللي هي سلما sisters هنا أنا صار في عندي قلب مظبوط أنا هون صار في عندي قلب للأطراف بما إنه صار في عندي قلب للأطراف عندي هاي النط هاي النط وعندي هاي as هاي not وعندي as وعندي as not as رح أحط كلمة less أنا صار في عندي قلب للأطراف إذن بما إنه قلب للأطراف رح أستخدم يامس عندي هون كلمة more وليس less لو ما قلب الأطراف رح أحط less بس هون صار في عندي عملية قلب إذن شو رح أعمل رح أمحي doesn't أمحي as وأمحي as التانية وبنزل بدل are وبنزل more sorry have أوكي عندي سلمة sister حكي أنا من she doesn't وبنزل have have more إيش تنمح هالمطش كمان more time than mean than سلمة رح نرجع نعيدها حكينا عندنا هنا يمس عن not as as لما نشوف not as as رح نحط حالتين يا إما more يا إما less إذا كان في عندي قلب للأطراف رح أحط more إذا لم يكن هناك أي قلب رح نحط less تمام باجو بطلع اليت هنا في هاي النفي والإيت as هاي as والإيت as الثاني إذن هاي as هنا يا إما رح يكون عندي more يا إما لس بطلع her sisters اللي هم سلمة sisters يجوني بالبداية إذن هنا يا ميس صار في عندي قلب بما إنه صار في عندي قلب أنا رح أشيل للنفي رح أشيل الغ والمتش كمان بتروح والآز الثاني حكينا مننزل بدالها than وبتروح الغ طيب شو رح أنزل هلأ رح أنزل more إذن سلمة sisters صار في عندي قلب have more time than سلمة نشوف الجملة اللي بعدها عندي سلمة يا مس سلمة هون نزلت مثل ما هي إذن سلمة نزلت على الطرف زي ما هي الطرف الأول نزل الطرف الأول إذن هون لم يتم القلب ما في قلب يا مس طب شو رح أعمل أنا بهاي الحالة ما صار في عندي قلب شو رح أساوي عادي نفس الشي بمحي doesn't بمحي as ومتش بتروح والآز بتروح بس أنا اللهم ما صار في عندي قلب بدي أحط كلمة less إذن سلمة ما بتاخد have سلمة هيك يا مس أنا حليتها لأنه لم يتم القلب فبدي أروح لكلمة less تعالوا نشوف الفكرة الرابعة وهي على no neither nor neither and nor وحكينا يا مس الفكرة هاي تبعت neither nor تنحل على صيغة المقارنة الكمبراتف اللي هي كأنها مقارنة بين تنين طيب كيف أنا كنت أحل المقارنة بين تنين كنا نحلها إذا كانت الصفة قصيرة نضيف er للصفة بعدها done طبعا إذا كانت الصفة قصيرة أما إذا كانت الصفة طويلة فأنا رح أحط more وبحط الصفة الطويلة وبنحط بعدها كلمة than ما بدنا ننساها هيك صيغة الكمبراتف المقارنة بين تنين تمام عندي نيذر 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 معناها لا ولا أنا نيذر لازم يتم حذفها ونور لازم أنزل بدالها كلمة and وبعدها أحول التحويلات اللي هلأ قلتلك عنهم طيب خلينا نشوف كيف نيذر إيجبت نور سيريا or as for as أمريكا لا مصر ولا سوريا نفس بعد أمريكا يعني أمريكا أبعد منهم التنتين تمام طب كيف أنا هاي بدي أحلها نيذر حكينا بتروح ونور بدي أحط بدالها كلمة and تمام وعندي as 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 هاي بحذفها as التانية أنا دائما بنزل بدالها than مشان ما حدا ينسى as التانية رح تنحدف بس نزل بدالها than أمريكا أمريكا وحدة تاخد as نيجي هلأ للصفة اللي بين as و as اللي هي فار فار معذان كيف بتصير إحنا حكينا مثلا لو فيه tall taller short shorter small smaller وهكذا طب فار معذان شو رح تصير هي من الصفات الشاذة غير المنتظمة فار رح تصير is further تتذكروها further وهي صفة غير منتظمة further than هي أبعد من أبعد من من مين ومين هلأ ناخد اللي بين and بين آتهم التنتين اللي هم قبل and وبعد and اللي هم Egypt and Syria full stop ناخد يا مس كمان واحدة عندي هون neither nor neither تمحة وعندي نور بدي أحط بدالها and باجي أنا عندي للصفة وين الصفة هايها الصفة شو في قبلها وبعدها آز الأولى بشطبها آز التانية بدي أنزل بدالها يا مس than مشان ما تنساها طيب عندي هون neither nor nor as beautiful as إيمان يعني لا مروا ولا سوس نفس جمال إيمان يعني إيمان أجمل منهم إيمان تاخد as هلأ منروح للصفة الصفة هاي طويلة ولا قصيرة الصفة هاي طويلة الصفة الطويلة مع than شو بدي أحط لها more إذن more وبنزل الصفة مثل ما هي beautiful beautiful than than mean هلأ بدي أروح لأن بأخذ اللي قبل واللي بعد مروا and سوس هيك منكون خلصنا فكرة neither nor بنروح للفكرة الخامسة وهي فكرة مهمة جدا وحلوة إذا بتشوف المقارنة بس كان في عندي كلمة no وكلمة no بحالة المقارنة بتساوي the est شو يعني the est اللي هي صيغة التفضيل هون بدي أستعمل التفضيل وهي صيغة المقارنة العظمى الصفة القصيرة يا ميس بدي أحط لهذا بعدين الصفة القصيرة رح أضف لها est إذا كانت صفة قصيرة أما إذا كانت صفة طويلة فشو كنت أحط لها بصيغة التفضيل the most مثلا short بحكي the shortest أما إذا كان عندي beautiful بحكي the most beautiful وهي صيغة التفضيل كيف بدنا نحلها يلا نشوف عندي there is no fruit as delicious as mango حطولي mango هون بالبداية بدي أول شي أشوف الجملة الجملة عبارة عن شو هاي في عندي as إذا أنا في قاعدة المقارنة باجي بطلع شو في عندي هون في عندي no إذا رح أستخدم قاعدة التفضيل لازم أتذكر no مع قاعدة التفضيل mango mango بياخد as أصلا هو مفرد أوكي؟ باجي أنا عندي لأ as as شو رح أعمل هون رح أمحي as هاي وأمحي as هاي بتطلع على الصفة طويلة ولا قصيرة؟ الصفة هاي طويلة طب شو رح أحط لها the مع e-st أو the most أكيد the most وبحط الصفة delicious delicious what fruit هون يمس there is no fruit لا يوجد فواكه as delicious as mango نفس زكاوة إيش المنقا إذن المنقا the most is the most delicious fruit as كفواكه نيجي هون كمان مثال there is no students as tall as أحمد هاي أنا عندي هون as وعندي هون as وعندي بالجملة no أول ما تشوف النو يمس بالمقارنة حكينا تذكر صيغة التفضيل اللي هي المقارنة العظمى شو رح أعمل هلأ هون أحمد واحد بده ياخد as تمام بما إنه رح ياخد as يلا هلأ بدنا نكمل بنروح ل as as بنحذف as الأولى ونحذف بنحذف as التاني بظل عندي الصفة الصفة هاي يا مستويلة ولا قصيرة الصفة هاي قصيرة إذن رح نحكي ذا وإش رح أساوي بصفة القصيرة بنزلها وبضيف لها est أحمد بطريقة وهكذا العكس كمان نفس الشي the safest الأكثر أمان the least dangerous الأقل خطورة نفس المعنى بس اللهم أبدي أغير من بينهم the cheapest معناها الأرخص وعندي the least expensive الأقل غلاء نفس المعنى the cheapest إذا ممكن يجيبولي هدول وأنا أحل هاي أو هاي ذا تتحول هون طيب خلينا نشوف sentence number one عليهم أسمى ورزان عندي نزلت لي بالبداية بتطلع يا مس أنا وين المقارنة وين الصفة موجودة هايها بعد ذان earlier اللي هي قبل ذان سوري هايها قبل ذان بتلاقي عندك الصفة اللي عم بيقارنوا فيها earlier يا مس لشو بتتحول لا later بدك تكون حافظ earlier later إذن رزان walks walks up بتنزل two hours إذن later later شو هلأ مين بدي أحط بعد later بدي أحط كلمة أسماء بس أنا بدل earlier رح أحط later وبس إذن أنا هنا فقط الصفة فقط هي اللي أنا غيرتها طيب أنا هنا أنا هنا عم بحكي بصيغة التفضيل أرخص شي هو الجينز اللي لونه أسود طيب هون كي بدي أعمل the cheapest عندي the cheapest شو بدي أحط the least the least expensive the least the least the least expensive إذن the cheapest نزل بدالها the least expensive وبنزل thing is وبكمل الجملة للنهاية هيك يا مس بنكون خلصنا كل الأفكار المقارنة والتلخيص تبعهم هدولا هم الأفكار أدرسوهم كتير منيح مشان تحفظوا القاعدة وديروا بالكم عليها لأنها جدا مهمة وعليها علامات وزارية ويعطيكم ألف عافية